السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعاً اليوم درسنا الجديد حيكون عن الفورس بدايةً حنتعرف على what is the force أولاً تعريف للفورس المفروض نعرفه is the action of one body under another body زي ما نحن عم نشوف هو القوة اللي عم بتكون من جسم على جسم آخر or can be defined force may be defined as an action which change or tense that to change the state of the rest or of uniform motion of body أيضاً كمان الفورس فينا نعرفه بأنه هو التغيير اللي عم بيصير من جسم لجسم آخر مثل ما نحن عم نشوف أمامنا في شخص عم يعمل push to object معين وعم بيصير له عملية الدفع طبعاً في عنا types of forces اللي هني contact force اللي هني divided types of forces divided into two types طبعاً types الأول منقوله contact force والtypes الثاني منقوله action at a distance طبعاً ال contact forces contain frictional force first tension force normal force resistance force في الapplied force وspring force طبعاً action at a distance forces اللي هني عنا الأول graphical force اللي هو الweight في عنا electrical force وفي عنا magnetic force بدايةً هنحكي على applied force اللي هو a force that is applied to an object by a person or another object طبعاً هو عبارة عن قوة عم بتكون متبادلة بين جسم مع جسم آخر زي ما شايفين هون أمامنا في person عم يعمل push لبوك معين أو object معين ايه 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 زي ما احنا عم نشوف بس يدفع هذا الشخص الجسم اللي قدامنا تلقائياً هذا الجسم ممكن انه يتحرك اكيد حيصير في عنا من الشخص ذاته على الجسم اللي هو عم يعمله push عم يعمله دفع في عنا النوع التاني اللي هو الجرافيتي فورس طبعاً الجرافيتي فورس اللي هو معروف بالويت the force of gravity is the force with which the earth moon or other massively large object another object toward itself طبعاً دائماً this is the weight of the object طبعاً هذا الفورس اللي هو الجرافيتي فورس اللي حكينا عنه بالبداي اللي هو بيكون دائماً downward زي ما احنا عم نشوف في عنا البوكس اللي قدامنا اللي عم يعمل falling object صائد ايه الويت دائماً بيكون لتاحت زي ما احنا عم نشوف بالارو الاسود الساهم الموجود قدامنا الويت دائماً هيكون اتجاهه لتاحت طبعاً طبعاً الجرافيشنال فورس or الويت فورس زي ما هو متعارف عليه it's is a force exerted by earth on the body هو الفورس الموجود من الارض على الجسم it's point of application دائماً center of gravity هي point of application لقيلو من الابجاكت can be calculated by weight equal زي ما احنا عم نشوف في القاعدة mass ضرب الجرافيتي اللي بقلبي السيركل w هي منعتبرها weight of the body m هي منعتبرها mass of the body بالكيلو جرام والجرافيتي منعتبرها g بالنيوتون بالكيلو جرام وايضاً الويت ما ننسى بهي بالنيوتون ولحتى نحول نعمل change from gram to kilogram can be divided by 10 للpower minus 3 طبعاً عنا line of action دائماً للويت بيكون vertical والdirection هيكون downward زي ما احنا عم نشوف امامنا كيف من خلال الصورة القدامنا كيف للتفاحة للأبل نازل لتحد طبعاً في عنا الفورس الثالث اللي هو طبعاً دائماً النورمال فورس بيكون عامل كونتاكت مع الابجاكت الموجود عليه زي ما احنا عم نشوف النورمال جاي لفوق زي ما احنا عم نشوف دائماً النورمال لازم يكون لفوق وايضاً بدي يكون هوريزنتلي وعامل بربنديكولر على الابجاكت دائماً لازم يكون النورمال جاي شكل بربنديكولر على الابجاكت اللي نازل طبعاً في عنا الفورس الرابع فريكشن فورس طبعاً الفورس لفريكشن دائماً لازم يكون يعني عكس الموشن زي ما احنا عم نشوف للسيارة كيف جاي عم نشوفه بيكون باتجاه معاكس يعني عم نشوف للشمال رايح بينما رايح طبعاً بيكونوا عكس بعض الفورس الخامس اللي هو طبعاً طبعاً هو عبارة عن فورس نعتبره المقاوم للهوى زي ما احنا عم نشوف قدامنا دائماً يكون عكس الموشن اللي عم بيكون ماشي فيه الاتجاه زي ما عم نشوف هون قدامنا اه كيف موجود عنا بالجو بالسكاي طبعاً دائماً الفورس لالها بدي يكون العكس يعني عزيم يكون عكس الاتجاه الفورس للطيارة دائماً بدي يكون في عنا نجليجة بالماغنيتود لما نكون بالاير رزيستانس فورس طبعاً الفورس السادس اللي هو التنشين فورس وهو فورس ما بيصير إلا إذا كان في عنا سبرينج أو سترينج يعني سبرينج يعني أي حبل عم نشوفه قدامنا بكون في عنا دائماً في تنشين زي ما شايفين هون في شخصين عم بشده فأكيد في عنا تنشين نحن بيع على هذا الحبل طبعاً في عنا نقطة كتير مهمة اللي لازم نتعرف عليها الكاركترستيك أو فورس اللي هي الpoint of application where the force is applied يعني وما وجد الفورس أو منين بلش هذا الفورس line of action اللي بكون horizontal خط مستقيم أو vertical خط لفوق زي ما نحن عم نشوف أو oblique خط مائل في عنا ال direction اللي هو بكون upward or downward or left or right مثل ما عم نشوف على الاتجاهات أمامنا أو up to right or up to left or down to right or down to left وفي عنا أخيراً الماغنيتيود ما ننساها كمان الماغنيتيود is measured by spring balance or dynamometer اللي هي ال SI unit لقيلها متل ما شفنا من قبل بلنيوتون وفي عنا نهاية بتمنى من الجميع الhomework اللي هو exercise one two three four and five in the worksheet يعطيكم العافية